منذ عام 1975 تضاعفت معدلات السمنة في العالم ثلاث مرات وزادت بنسبة خمس مرات لدى الأطفال والمراهقين حسب أطباء أضاف ارتفاع هذه النسبة من السمنة صفة الوباء عليها خصوصاً أنها أصبحت تهدد حياة المصابين بها صغاراً وكباراً واليوم يحتفل العالم باليوم العالمي للسمنة الذي يأتي تحت عنوان كل شخص يحتاج للآخر هو عنوان كبير في هذه السنة الاستثنائية التي لم تخلو من الكثير من المستجدات الطبية لعل أبرزها وباء كورونا عالمياً هناك أكثر من 800 مليون شخص مصاب بالسمنة رقم يزيد من العبء الاقتصادي كثيراً إذ من المتوقع أن تصل تكلفة هذا الوباء لأكثر من تريليون دولار عام 2025 أما بالنسبة للأصغر سناً من الأطفال والمراهقين فمن المتوقع أن تزداد معدلات الإصابة بالسمنة لنحو 60% في السنوات العشر المقبلة ليصل عدد المصابين بها من هذه الفئة العمرية لنحو 250 مليون عام 2030 وفي ظل ظروف كورونا فإن المصابين بالسمنة مهددون بمضاعفات الإصابة بهذا الفيروس أكثر من غيرهم مثل البقاء في العناية المركزة واحتمالية خطر الوفاة زيادة الوزن تعرض الأشخاص لمضاعفات كوفيد-19 الخطيرة تؤثر الدهون الزائدة على الجهاز التنفسي السمنة تنعكس سلباً على الوظيفة المناعية للجسم كما أن المصابين بالسمنة يلتقطون عدوى الفيروس أسرع من غيرهم